استقبلت رعية القديس مخايل اللاتين في بلدة اسماكية شمال محافظة الكرك الجنوبية مساء الخميس غبطة البطريارك الكاردنال بير فاتيسيا بتسبالة بطريارك القدس للاتين مع بدء زيارته الرعوية إليها والتي تخلى لها برنامج حافل من اللقاءات والزيارات الرعوية منها الرسمية على مدار أربعة أيام أقامها في الرعية وكان في استقبال غبطته كهن الرعية الأب خالد جمه والكهنة والرهبان والرهبات من البطرياركية اللاتينية ومن الكنائس الرسولية المتواجدة في محافظة الكرك وجمع الفعاليات الرعوية ورئيس مجلس عشيرة الحجزين ورئيس بلدية شيحان الكبرى الشيخ منير المجالي ومدراء الأجهزة الأمنية والحكومية وعدد كبير من أبناء اسماكية من عشرتين الحجزين والعكشي خلال زيارته التقى غبطته بفعاليات الرعية وبمدراء مدارس وروضات البطرياركية ومدراء المدارس الحكومية في بلدة اسماكية والمعلمين والمعلمات ورئيس المركز الصحي والكادر التمريضي كما قام بزيارة عددا من المرضى في البيوت وتوجه غبطته بصحبة الكهنة وممثلي عشار اسماكية إلى العديد من الدوائر الحكومية وديوان عشيرة المجالي الذين أكدوا على أواصر المحبة والعلاقة التاريخية بين العشرتين وكذلك التقى عدة مدراء ومسؤولين في لواء القصر كما قام غبطته بزيارة للكنائس الشقيقة في بلدة حمود المجاورة لبلدة اسماكية والتقى هناك كهنة الروم الأرثوذكس والروم الملكين الكاثوليك وزار كنائسهم وترأس غبطته العديدة من القدديس من بينها قداس منحي سري المناولة الأولى والتثبيت وفي اليوم الأخير أقامت رعية القديس مخايل مأدبة غذاء ممثلة بالأب خالد جمو على شرف هذه الزيارة وحضور معالي السيد قفطان المجالي وزير الداخلية الأسبق والنائب هيثم زيدين ورؤساء الأجهزة الحكومية والأمنية حيث ألبس معالي قفطان المجالي غبطته عباءة الكرك وختم زيارته بالصلاة والدعاء لرب المجد يسوع المسيح أن يعم السلام في ربوع الأراضي المقدسة ووعد المؤمنين في السماكية بأن يحملهم في صلاته